اهلا انا عزائي المشاهدين ورحب بكم اجمل ترحيب في حلقة من برنامج ليكن نور وصلى الله ان تكون بركة لحياتك حديثنا اليوم عن القيم في المسيحية الاخلاقيات المسيحية واخترت هذا الموضوع حتى نميز طبعا بين تعليم المسيح وبين اي تعليم اخر طبعا خليني ابتدي في البداية اقول انه المسيحية بالدور بتتمحور حول شخص وهذا الشخص هو الرب يسوع المسيح اللي مات على الصليب وقام من الاموات وهو حي الى ابد الابدين وهو كامل بلا خطية وبلا عيب فهذا يعطي التحدي الاكبر انه هل تتبع القائد ومن تتبع اذا اتبعت يسوع المسيح فطبعا بدك تتبع اخلاقيات المسيح تعليم المسيح والقيم يسوع المسيح تتشبه بيسوع تتمثل بيسوع تحب مثل يسوع تهتم بالناس مثل يسوع تهتم بالغريب بالمظلوم بالارملة بالطفل في المرأة تهتم بكل طبعا في العدالة الاجتماعية تهتم ايضا بتعليم يسوع اقصد الملكوت الروح هذه المملكة التي تختلف عن المملكة الارضية اللي بيتسلط وبسود عليها الناس وبحاولوا اما بالاقناع طبعا بطريقة اجبارية او بالعنف بحاولوا انه يطبقوا هذه الشراء السؤال اذا اردت اتبع اي نبي الا افحص ما هي هوية هذا النبي كيف ولده كيف عاش واذا في شخص حياته مثلية حياته كاملة اتبع هذا الشخص الكامل والحي ام اتبع شخص غير كامل وشخص ميت وهذا السؤال محتاجين انجاوب عليه اشتركوا في القناة